من نافذة صغيرة تصرخ هذه الطفلة مستنجدة بأمها بعد أن وجدت نفسها حبيسة بيتها مع أخيها فالجنود داهموا البيت بشكل مفاجئ وأغلقوا أبوابه بالحديد والنار دون تنبيه أو سابق إنضار بينما كانت الأم خارج المنزل الضابط جيش الاحتلال شاف مرت أخي وهي نازلة من البيت ما حكى لها كان هو الضابط وكمية جنود هو وكمية جنود نزلين موجودين هنا بس ما حكوا لأنهم بدوا يسكروا الدار ولا بدهم يلحموا ولا بدهم يساووا أشي في أولاد صغار عندك في البيت عندك بنت عمرها سنتين ونص عندك أولاد عمر 12 سنة موجود هلأ في البيت بمكانك أنك يتشوفهم يعني أم بينين على شبابيك الدار أنا خايف عليهم أخونا خايفين يعني ليه كيف يلحموه وإحنا أمي مرأت من هنا ومش شايفيتنا بعد دقائق عادت الأم إلى المنزل لتجد أبوابه مقفلة بشكل كامل وطفليها يصرخان من النافذة فاستدعت الجيران وبعض الناشطين الذين هبوا لتقديم المساعدة وخاضوا جدالا طويلا مع الجنود لإقناعهم بضرورة فتح أبواب المنزل وتحرير الطفلين تقطن عائلة البايد شارع الشهداء وسط مدينة الخليل وهو من الشوارع المقفلة منذ سنوات طوال ويعيش الأهالي فيه شبه سجن دائم وتزداد قصوة السجن مع المناسبات والأعياد التي يخرج فيها المستوطنون للشوارع حيث قام الجنود بإحكام إغلاق بعض البيوت والمحلات التجارية بذريعة توفير الأمن عبد الحفيظ جعوان العربية الأراضي الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر